استمرت أنشطة النادي وتوسعاته في الإنشاءات والألعاب تتضاعف لغاية ما جي يوم 19 فبراير 1946 في اليوم ده كان أحمد محمد حسن مباشا رئيس الدوان الملكي ورئيس النادي الأهلي كان مدعو على الغداء عند صديقه الظاهر حسن المحامي كان مفروض أنه يروح له في حي المطرية لكن ظروف العمل أخرته ففضل في مكتبه بأسر عبدين لحد الساعة 3 بعد الدور وقرر أنه ميروحش معاد الغداء ويروح بيته في الدقل وفعلا أحمد حسن مباشا ركب عربيته واتجه لبيته في الدقل الجو كان مطرة في اليوم ده وفي الوقت اللي سيارة أحمد حسن مباشا بتعدي كبري قصر النيل كان فيه سيارة لوري تابعة للجيش البريطاني جاية من الناحية اللي قدامه يعني بتعدي الكبري في اتجاه معاكس كأنها راحة لمدان التحرير سيارة الجيش البريطاني كانت ماشية بسرعة وبفعل البطر طبعا والأرض المزحلقة السيارة اللوري لفت حوالي النفسها فوق كبري وصدمت سيارة أحمد حسن مباشا وكان أحمد حسن مباشا بيقول يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب سواء عربيت أحمد حسن مباشا بص وراه على أحمد باشا فشاف الدم بينزل من بقه نزل من العربية فورا وصرخ يطلب مساعدة من العربيات اللي على الكبري وكانت بتمر بالصدفة عربية وزير الزراعة أحمد عبدالغفار باشا اللي خد أحمد حسن مباشا في عربيته وجري بسرعة على مستشفى أنجل وأمريكان القريبة من الكبري لكن توفي أحمد حسن مباشا وتم نقله لبيته انتهت رواية صحيفة المقطم عن وفاة أحمد حسن مباشا ولم تثبت في التحقيقات هل كانت الوفاة صدفة أم مدبرة لتظل وفاة أحمد محمد حسن مباشا سر كبير لم يتم الكشف عنه حتى اليوم